في خبر مفرح اختارت إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية بدورتها الثانية والعشرين تكريم الفنانة عواطف نعيم وتتويجها كفنانة عربية متميزة وفاعلة وطبعا سبق تكريم الفنانة الدكتورة عواطف نعيم من قبل مرتين في هذا المهرجان ويسعدنا اليوم تكون في ظهيرتنا تنضمنها من استوديوهات الشرقية ببغداد يا أهلا وسهلا دكتورة عواطف نعيم دائما يسعدنا وجودك وطلتش يانا بالظهيرة وحالة إبداع المرتبطة بيجو في كل مسيرتش الفنية فألف مبارك لهذا التكريم أهلا وسهلا بيكم نساكم العافية أهلا وكل الهلاء وشكرا للشرقية المبادرة والدقوب دائما في متابعتنا والاهتمام بينا هي شاركنا أفراحنا وشاركنا أحزاننا إن شاء الله الأحزان بعيدة عن الجميع شكرا لك سترقية وإنتي تدرين هكذا برنامج بهذه الحالة من الألق والمحبة والجمال والتحايا موصولة لأستاذنا الكبير الفنان الموسيقار الكبير فاروق هلال هذه الطلة المميزة طبعا أنا أشكر الشرقية لأن الشرقية أضاءت جواد من حياة هذا الفنان العمراق الكبير العراقي واللي أنا أفتخر بيه سعيدة موجودة وسعيدة طلتة وأشكر أن هناك من يتذكرنا وهناك من يحتن بينا ويتابعنا أشكر تونس اللي تتذكر مبدعين العراقيين فتقوم بتكريمهم وتتويجهم بما يستحقون لخلال ما بدلوا من سنوات عمرهم في أراضيهم العراقية وهم يحاولون أن يبنون مسرحا عراقيا يليق بالإنسان العراقي ويليق بحضارة الأوطان العراقية ويليق بنا ناس عاملين مشتهدين مناضلين من أجل أن يكون العراق كما نحلم به جميعا شكرا لكم جميعا وشكرا استطافتي في هذه الظهيرة ظهيرة الجمعة الجميلة أهلا وسهلا بكم جميعا مثل ما احتفينا بالقامة الفنية الكبيرة أستاذ فاروق هلال أيضا نحتفي بكي سيدة أواطف إنجاز كبير في الوطن وخارج الوطن وغالبا ما تأتي التكريمات من خارج الوطن ويعني التكريم الجديد إن شاء الله رح يكون في الشهر القادم هو تكريم للعراقيين جميعا فحدثينا عن وقع هذا التكريم للمرة الثانية في قرطاج هو المرة الثالثة هذا التتويج وهو يعتبر أرفع وسامي يمنح للفنان العربي المتميز صاحب الإبداع وصاحب البصمة في بلده وحقيقة شنت أنا في بيتي المتواضع وكنت معايا دكتورة قبال نعيم كانت في مرحلة الله تحياتي لدكتورة قبال في مرحلة الشفاء من كوفيد كورونا وكانت معي في البيت لكنا في حجر أنا وأستاذ عزيزه هي حجرنا أنفسنا حتى نداريها ونهتم بيها ونرعاها طيب فترة إصابتها ألف سلام عليها فكانت في مراحل الشفاء والله يخليك فلما جتني المكالمة الهاتفية قلت لي عواطف جاوبي قالت هي تشرب الشاي وأنا قاعدة أمامها فقلت لها مو ضروري قلت لي لا ضروري جاوبي خاف أحد طالبش ففعلا جاوبت على التلفون وأذا أطل علي مديرة المهرجان السيدة إنصاف وتتكلم معي بكلام فيميل وعذب وتبشرني أنه تم اختياري للتتويج كفنانة عربية متميزة في هذا المهرجان العريق أيام قرطاج المسرحية هذا مهرجان كبير ولمكانت على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالمي أيضا أن يجي يعني يتوجني مرة ثالثة في هذا المهرجان أمام كثير من الجمهور والحضور والمشاركين في تلك التظاهر المسرحية الكبيرة فهذا بالنسبة لي خبر مفرح مفرح وهو تتويج لكل المسرحيين العراقي تتويج بمكانة وأهمية المسرح العراقي ولكن شنو اللي يألم يا سيدة رقية وخلي اسمعني الجميع أنه ليس ثمة من يهتم يعني نشرت على الصفحات الأولى في الزمان نشر خبر تتويجي بس أنت بالبداية ما لم يكن هناك من يهتم ليس من ثمة نقابة تبارك أو مثلا دائرة تبارك عدا أنه هناك كانت تحرك لطيف وجميل من سيد وزير الثقافة دكتور حسن ناظم أنه اهتم بمتابعة هذا الخبر والسؤال عنه من خلال آني حتى يعرف شنو ما كانت وأهمية هذا الخبر وأهمية تتويج فنان في هذه المرحلة فليه إلمنا حقيقة ليس ثمة من يهتم ليس ثمة من يسمع يا سيدتي وكأنه إحنا هذا يعني تحسين حاصل يعني وإذا فاز رياضي وإذا فاز موسيقار وإذا فازت فنانة مسرحية وإذا فاز فيلم سينما يعني شنو هذا تحسين حاصل لا هذه يجب أن تتم بتكريمات واهتمامات وتسليط ضوء إعلامي على صاحب المنجز والاحتفال به وتكريمه بما يستقضى داخل بلده وهو حي يتنفس الحياة وليس وهو يعني يعني بعد ما يتوله الله سبحانه وتعالى ويتوفاه فعند ذلك يعني تطول على قولة هن عفوا هذا المثل وله هو شوية بشوية بشوية جرأة لكنه يقول حلو المثل يقول بعد ما مات طولة كراعينا يعني يبدون يتذكرون فلان وفلان وفلان ويحتفون بهم وهم أموات يذكرون يعني أعمالهم وإنجازاتهم ويبدعون ولربما يكرموهم هم ميتين هاي منتهى السخرية منتهى الضحك يعني أنا أعتبر هذا استخفاف بالفنان العراقي استخفاف بما حقق الفنان العراقي نحن نقدم أعمال داخل الأرض العراقية وتمر أحيانا مرور الكرام اللي لم نسأل عنها في بعض الأحيان اللي لم نوضع في موضع الاتهام والتشكيك حتى في وطنيتنا في بعض الأحيان وهذه طبعا طامة كبرى إحنا الآن في الزمن الديمقراطي ما يقالناه زمن الديمقراطي حر أن نقول وأن نعمل وأن نشاكس وأن نطلق ما في ضمائرنا ليس في الزوايا الخفية وإنما عبر عروضنا لوحاتنا أغانينا أعمالنا اللي تحمل مبادئنا وقيمنا وتحمل أفكارنا النيرة المعبرة عن ذواتنا اللي إحنا تربينا عليها إحنا جيل جيل الحروب جيل الإخفاقات جيل المجازر جيل المحن اللي مرت على الأرض العراقية من ولدنا حتى هذه اللحظة جيل لم يهدأ لم يهدأ ولم يركن ولم يستسلم جيل ما زال حتى هذه اللحظة يقاوم من أجل وطن عراقي يرفل بالحرية والسعادة والأمان يرفل مواطنة بالكرامة وحق في استحصال حقوقها وهي ليست مننا لكن هي واجب على الحكومات وواجب على من يتولى قيادة أمرنا أنا لما نشكر الشرقية في بعض الأحيان يسألوني يا عواطف اجدعوا هل قد مهتمة بالشرقية أقولهم يا أبا الشرقية مهنية وهذا ليست تملقا لأحد هاي رأيي هاي وجهة نظري هاي أنا ما أؤمن بي وأقولها دائماً وأعبر عنها هي مهنية تتابع من تابعنا؟ من تابعنا؟ لما قرأ الخبر وعرف بالخبر من تابعنا؟ من المعنيين داخل الأرض العراقية؟ من اهتم ورفع تليفونه وسأله وبارك؟ أو قال ما هي من وش وقت وشنون وشن قيمة هاي لهذا التكريم؟ وش وقت رح تتوجههم بالسلامة يا دكتورة؟ وشنو نتائجة عليش أنت كفرنانا مسرحية؟ أو أنت ما نتعملين الآن داخل الأرض العراقية العراقية؟ إش تعملين؟ شو نتسوين؟ شو نتنجزين؟ والعمر سنوات محسوبة عندنا والأيام في داخل الأرض العراقية والله محسوبة علينا الأربعة وعشرين ساعة بنتغادرنا نعاينها بخوفة خاف ما أنجزنا بيها شيء لأن بالمخيلة بالظمائر بالقلب كثير من الأحلام والأمان كثير من الأعمال والإنجازات ردينا نكملها ردينا حتى نخاف للساعة هاي لو نستطمرها بأقصى ما نستطيع من حد لربما أنا ما أعرف لربما أطلع من المسرح وبعدين أروح في غفلة لربما في بيتي وأنا ما أشب شارع أروح في غفلة لما تعرفين فأحد بعض الأحيان إحنا نقول الطايح رايح فعلا رايح رايح من شيسه من شيس عائلته وأهله من شيس محبي وأصحابه من شيس المنجز والمسرح العراقي هكذا إحنا نعمل نمشي على جمر من النار في الأرض العراقية اللي هي حبيبتنا ويعرضنا هذول إحنا وهذول ناسنا ونحلم بعراق يتنفس الحرية ونحلم بعنجاز يمر أمام الناس وتتلقى وتفرح بي وتبارك لنا جهدنا دعني الكلام أحياناً يكون موجع لكن أنا أعتقد أنه جزء من تنفيس هذا الضغط هو أن تتكلمين أن تقولين أنا ضد أن أبكي الدموع عزيزة عندي وغالية الدموع جداً غالية عندي لكني علي أن أتكلم بما ما نحن الله سبحانه وتعالى من وعي وقدرة ويعني عنده سبحانه من نحن كثير من العطايا الطيبة لربما أولها عقل نير أقدر أميز الأشياء وأعرف الغث من السمين وأعرف الصحيح من الخطأ وأعرف من يكذب علي ويزيف من الصادق الذي يسير معي ويمدل إيدلة مصافحة نعم دكتورة عواطف في اللي حضرتك تفضلت به أكيد إحنا موافقين عليه ودائماً هذا في طروحاتنا في الظهيرة وغير برامج أنه متى يكرم الفنان وهو بحياته بحيله حتى يسعد بهذا التكريم حتى يعرف أنه بلده يكرمه معتز به هذي تعني الكثير للفنانين اليوم حضرتك تذكرته هو لسان حال كثيرين من الفنانين المهمشين اللي عندهم إنجاز وهم بالتالي لا يسعون إلى الأضواء يريد أحد يتذكرهم فجد حلو من تجي أحد يتذكره وهو يعني كثير هذي رح تسعده فإحنا نضم صوتنا للمرة الثالثة نحن مع كل تكريم أنت حضرتك موجودة على شاشتنا وفي برنامجنا حتى نحتفى بحضرتك وللأسف وهذه المرة الثالثة تكرمين وإذا بنفس النقطة نحن نطرحها ليش ما تكرمون الفنان وهو نعم إذا تتذكرين سترقي نعم بعد إذنك لما تكرمت أنا وأقترت تم اختياري من بين 49 كاتب في مسابقة أبو القاسم الشابي في تونس وكنت أنا المرأة اللي فازت على 49 كاتب عربي في العمل مالتي اثنان في العطمة واحد في الضوء بجائزة كبيرة جائزة أبو القاسم الشابي أنا لما عدت إلى بغداد كنت كما ارتكب جرما كما لك كنت ارتكبت فضيحة كيف أكرم ما أكو كيف أكرم كيف أكرم وكيف أنا الجائزة كبيرة مهمة جدا على المستوى الوطن العربي ولا اتحاد أدباهم يسمعون صوتي ولا دارسين موسرح ولا نقابة فنانين بوقتها ولا وزارة الثقافة ولا الوحيدين اللي احتفوا بي الوحيدين بأمانة هوا بأهلي وأصحابي والمقربين مني من عائلتي واللي احتفى بي أيضا هي الشرقية لما فتحت لي أبوابها حتى أجي وأتكلم وتبارك لي هذا الجهود وأيضا بعدها على استحياء العراقية لأنني يعني عرفت أنه الشرقية أنا بادرت وهي لم تبادر فبادرت احتفائية صغيرة بسيطة على استحياء لا بأس لكن أنا أقول أن من حق المبدع العراقي نعم من حق على ناسه وأهله وحكومته ودولته من حق على مؤسساته من حق على وزارته أن تحتفي بي بما يليق بي بمستوى ما أنجز أما أن نهمل ونبعد عنه وأما أن نقصي ونهمش وحتى لمن يحالل التقاعد نعتبر التقاعد من الحياة ولم يتقاعد من الوظيفة والوظيفة يعني هذا قانون يسري على الجميع في التقاعد لكنه الحياة قانون عند الله سبحانه وتعالى لا يسري لا ترغمين أمن يتنفس الحياة ويعمل وعنده قدرة وطاقة إبداعية أن يحيد ويقصى بحجة أنه تم تقاعدة من العمل الفلان نعم هذه مشكلة كبيرة يحتاج فعلا أن ندارس بيها ونتكلم بيها ليست وحيدة ليست فقط عواطف نعم تتكلم بهذا الكلام هناك أصوات أخرى لكنها في بعض الأحيان لم تمتلك القدرة على أن توصل هذا الصوت عبر الفضائيات أو عبر وسائل الإعلام الأخرى لكن وسائل الإعلام بعضها تعرف هناك فضائيات تعرف يعني الفنان العراق الآن سأتكلم عن مشكلة كبيرة هناك نعم إبعاد وإقصى حتى على مستوى المشاركات الدرامية هناك فنانين الآن يبعدون بالأسماء بالعناوين يبعدون تماماً بدراسة ومنهجة ومعروفة وتوجهات معروفة إبعادهم عن الضوء إبعادهم عن أي مشاركة درامية إبعادهم شير فلان جيف فلان ارفع اسم فلان خلي فلان وهاي محنة أنا ما أتكلم عن أرزاق الناس فقط أنا أتكلم عن حقهم في الظهور والعمل والإنجاز والإبداع أنا اليوم من البرحلة اليوم أتلقى أتلقى عبر التليفون ما أتكلم عن واتساب أتلقى رسائل وأتلقى فيديوهات اللي هي عن عنفوان الأشياء عنفوان الأشياء بثته قناة سعودية مبارح بثته قناة أعتقد اسمها ذكريات بثت عنفوان الأشياء للكاتب الكبير صباح أطوان وللمخرج الكبير حسن حسني عنفوان الأشياء في وقتها بالثمانيات كان عملا دراميا عراقيا رائعا يعني دون شك بحيث الجمهور العراقي والجمهور العربي كلها تابعوا وكانوا يطلبوا للإعادات فكانوا يعادل أكثر من مرة وأذا أتفاجأ بأن هذا العمل اللي اختفى من الأرض العراقية اللي لمفكرت أي قناة عراقية تشتريه وتقدمه وتعرضه أو تقدم أفلام عراقية تشتريها بهاي القنوات الكثيرة وتعرضها بدل ما تشتري الأعمال العفون السورية والمصرية وغيرها بعروض ثالثة ورابعة وخامسة هذا العمل يطلع ونتلقى عليه تهاني الآن ومباركة وإعجاب شديد إذا الدراما العراقية بهذا المستوى ما الذي يجعلها تتخلط حتى تصبح عبارة عن سكيتشات سريعة أو أعمال باهتة لا تبقى في الذاكرة ولا تخلد ذاتها من خلال ما تطرح من طروحات أدائية أبداعية فكرية جمالية أنا كنت سعيدة لكن كنت متألمة ليه أشياء قناة أنا ما أعرف اسم القناة والله أنا أستاذ سامي قفطان الله يحفظها بس ست فنطان إياها ممكن أبدأ أزورها في بيتها مبارحة قل لي دكتورة شفت قلت له والله ما شفت فشوفني فتفاجئت قلت له هاي شين القناة اسمها قل لي هاي اسمها ذكريات قناة سعودية تتبث عملنا عن فوان الأشياء بعضين قامت تتوالى علي الفيديوات والاستحسانات والمباركات على عمل أنا بثمانينات وكان عمري ببرحلة بثمانات بعدني لازلت يعني بعدني لما أتخطى عطبة الثلاثين من العمر لا نحن الوين عين صلنا شَنو الصار شون اللي الاي اختلف شون اللي اختلف اختلف كثير آ نعرف اللي اختلف آ نعرف التوجهات و النوايا والاختلافات آ نعرف إحنا الحد الإن الآن ينظر إلينا كمان Ade curso تابعين للنظام الفلاني نحن أرث النظام الفلاني لا يا أخوان نحن عراقيين نحن من هذه الأرض العراقية عندما نعمل وعندما نمثل وعندما نكتب وعندما نقدم ما نطرح من أفكار نطرح لأجل العراق نحن عراقيون لا ننتمي ولا نبع أصواتنا ولا ضمائرنا ولا أرواحنا لأي حزب ولأي شخصية سياسية نحن ملك أنفسنا نحن ملك العراق نحن ملك الأرض العراقية اللي تربينا بيها شربنا مايها حملنا هموم بيها وخفتنا وارتعبنا وضحقتنا وفرحنا نحن أبناء العراق لا نسوق بهذه الطريقة ولا نسمح بأن نبع ونشترى بهذه الطريقة ولا نسمح بشراء دمامنا بهذه الطريقة نحن عراقيون فعليكم أن تحترموا فينا عراقيتنا ولسنا إرثل لأحد نحن إرثل للعراق ولسنا تابعين لأحد نحن تابعين للعراق بكل ما مدحنا للعراق وهذا ليس تزلفاً وهذا ليس شعارات هذا مبدأ وعقيدة وانتماء وضمير حي لأمرأة عراقية نعم مؤسف وموجع أن نسمع هذا اليوم أنت كان هذا بوحمة في القلب إلى الناس جميعاً وأتصور هذه نقاط كان لابد أن تشير إليها الدكتورة عواطف نعيم لأنه ده حس بكمية الظلم الواقع على حضرتش وعلى كثير من الفنانين فنهارين كثير بعيد طبعاً مغبولين طبعاً يعني دائماً منظر للفنانين العراقيين تحديداً وبعد فترة من الزمن ما أعرف ليش تنحسر عنهم الأضواء قسراً مثل ما قلتي حضرتش وبينما في بلدان أخرى قيمة الفنان تكبر بمرور الزمن يعتبر قيمة فنية كبيرة تحتفي به وموجود في كل الأعمال لأنه ما معقولة كل الأعمال هي تطلب سن معين صح له لا في أدوار لا لابد من وجود الأب والأم والجد والجدة وحلو هذا الشعور أنه جمهورش لمتابعش من ثماينات يكبر معك له ذكريات مع دكتورة عواطف مع دكتورة إقبال مع الكثير من الفنانات حتى إحنا كنا نكبروا إياهم مع فنانين كبار كثير نعم دكتورة شادة سالم طبعاً أكيد أكيد دكتورة سهاء هذول الفنانين الكبار اللي الحد الآن هم يحاولون يزوهم ويبعدوهم عن الظهور بما يليق بيهم سيدتي أنا أقول دائماً وأنا أؤمنت من خلال عمري هذا الحد الآن من خلال قراءات ومتابعات ومشاهداتي بالعالم أجمع أن السياسيون راحلون نحن الباقين الطبقة المثقفة الفنانين المثقفين هؤلاءهم الباقون هؤلاء لا ينتمون لأحد هؤلاء ينتمون للضرير الإنساني وينتمون للأرض اللي ينتمون إلها اللي عاشوا بيها الكل راحلون لكنهم باقون في الداخرة بدليل أننا لحد الآن لحد هذه اللحظة نذكر فنانين رحلوا من مصر من سوريا فنانين راحوا من بيروت فنانين راحوا من الإمارات فنانين من تونس يعني ما ننسى يوسف العاني خلي الشوقي ما ننسى هذه الأسماء اللعمة عجحفر السعدي إبراهيم جلال بدري حسون فريد هذه أسماء تنسى السياسي الذي حكمه وتولى كذا منصبه وكذا لكنك لا تنسى فنانين ما زالوا الحد هذه اللحظة يعيشون بيناتنا وأسسوا وبنوا بحركة مسرحية ودرامية وفنية عراقية كبيرة وشاملها بالبنان هم المؤسسون ونحن امتداد لهؤلاء المؤسسين ونتواصل بالعمل وهناك من سيكمل المسيرة بعدنا لذلك على المسيرة أن لا تكون فجوات وأن لا يكون بقطاعات بحجة جواهية لشخصانية أو لأدوانية أو لأسباب خاصة عدائية قد تكون أسباب ليس لها موجب وليست حقيقية على أرض الواقع نعم نحن نأمل أن كل هذه الأسباب تزال وبالتالي مايصح إلا الصحيح حضرت ذكرتي نقطة في غاية الأهمية اليوم حتى الفنانين اللي هاجروا اليوم من نشوفهم في صورة أو في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي شوفين حجم المحبة من الجمهور وين صار ذاك الفنان ويذكرون أعماله ويردوا يرجع ويردوا يرجع من محبةهم إلا يعني كل ذكرتها حضرتك وهذا كلام يعني صائب أنا لما نصعد عفوا ستريقية أنا لما نصعد تكسي بعض الأحيان يسألوني هاي والله هذا الضمير لازم أقوله ست عواطف إذا Design بهجتل الجمهور فلما نقولهم أستاذ بالله الله يطل الصح والعافية هو بأمريكا الآن ست عواطف ليش بهجتل الجمهور بأمريكا مهومه نحنا كنا نحبه فأنا لا عندي جواب ليش ريكاردوس يوصف دكتور ريكاردوس خارج الأرض العراقية أنا ما عندي جواب هو يا اسمه يعني عادل عثمان ليش خارج الأرض العراقية أنا ما عندي جواب ما عندي جواب وإجابة عنه كثير من الأسماء العراقية مثلاً أستاذ حسن حسني لما نعرفه وعليه عرفه هو جال لما نشتغل الفندق ولما نشتغل العدلين في الأرض العراقية لا تتصورين مقدار الفخر مقدار فرحة الشباب هذا حسن حسني هذا المثل الجميل هذا المخج الكبير العراقي يرحوله يزوره ويحجون إلى حتى يشوفه يتعرفون عليه يقتربون منه لأنهما شافوا وعرفوه من خلال أعماله الجميلة المميزة من خلال رؤاء المبتكرة والجديدة والسبقة لزمنها شافوا من خلال هذه الأعمال فأنا حقيقة ما أقدر أجاوب ما أعرف شاكلهم ما أعرف شابرغ غياب هؤلاء عن ساحة إبداعهم في الأرض العراقية دكتورة عواطف من الحد ما يكون التكريم بيش رح تنشغلين من الحد ما عاشر الآن على مسرح آشور نعم نعم عندي عمل كبير في مسرح آشور اسمه أنا وجهي هو دعم من وزارة الثقافة ودعم من دائرة السينما والمسرح بشكل ميلع الدعمتني ووقفت معايا ووقفة رائعة أنا أشكرهم لكل القائمين على دائرة السينما والمسرح وهذا العمل معايا بنجوم عراقي رائعي مع الكتابتي وإخراجي العمل اسمه أنا وجهي معايا دكتورة شدة سالم الرائعة الكبيرة تحياتنا كبيرة بالمسرح العراقي كبيرة بالفنون معايا سمر محمد المبدعة أنا أعتبرها تعويدتي في كل أعمالي لازم تكون معايا ومعايا الشابة الجميلة المبدعة المتميزة اللي ينتظرها مستقبل كبير شيماء جعفر ومعايا في السينغرافيا دكتور عالي السوداني صاحب العقل والعين المبصرة الجميلة ومعايا عباس قاسم ومعايا في الموسيقى ضياء عايد من الشباب الرائعين وأيضا يعني معايا سهرة عويد في الصوري سهرة عويد الصمم للأزياء وتخيط لياها وتنفذها يعني هذه خطوة حلوة جميلة أنه زميلة تعين زميلتها وتقدموا إياها معايا نخبة طيبة نحبوني أولا نحبون المسرح ويؤمنوا بما وقدمه عنه معايا هؤلاء وأيضا الدائرة كلفتني بأن أقدم عمل بحدود عشرين دقيقة في افتتاح مهرجان العراق الدولي للمسرح ومعايا هنا أيضا نخبة من زملائي وأخواني معايا الكبير محمود أبو العباس معايا الكبير عزيز خيون معايا الكبير المبجل سامع قفطان ومعايا الكبير دكتورة حيثم عبد الرسول ومعايا الفنان المبدأ اللي أحبه كثير رائد محسن ومعايا من الفنان اللي أيضا دكتورة شدها سالم وسست سمر محمد وستها ناء محمد وإحنا كلنا هنعمل نحن نقدم افتتاحية جميلة تحت عنوان ارتجال مسرحي نقدم كل رح يجون ويحضرون كيف أن المسرح العراقي معافة كيف أنه جميل كيف أنه قيم الخير والنبلة عنده موجودة وكيف أن هذا المسرح مسرح الرشيد اللي حيتم افتتاحه من خلال المهرجان من خل هذا العرض هو مسرح شهد شبابنا شهد عصارة ما قدمنا شهد جمال ما قدمنا شهد عروض مسرحية إن تتحدث عنها الأجيال المقبلة وتكتبها في أطاريحها وتناقشها في رسائلها في الدكتورة وفي الماجستير تشهد هذه الخشبة ما قدم الممثل العراقي والفنان العراقية من أعمال متميزة حقيقة وأيضا تشهد الخشبة عروض مسرحية عالمية وعروض مسرحية عربية ومهرجانات وكثير من الجمال في مسرح الرشيد حضرت في مسرح الرشيد حقا مسرح الرشيد اللي حيتم افتتاحها من خلال هذا المهرجان والله هذا خبر نعم أنت تشهدين كم عرض يعني حضرت فيها طبعا حضرت ويانا وشفت سنفونيات وشفت مؤتمرات وشفت موسيقى وشفت أسابيع أفلام فرنسية مسرح الرشيد مسرح إلى وقع خاص بدنفوسنا وإلى مكانه مسرح يعني حالة حالة الوحدة حالة خاصة بيتنا الجميل بيتنا الجميلة اللي عجزة الدولة لمدة أسبوع 18 سنة تخلي طابوقة بي وتعيد للألق مال وتحاول تبني وهي ما شاء الله يومي يعد خطة يوميا تقول خبا هاي خطة مالة بغداد عاصمة للثقافة قلنا خلص بعد شوية يتعمر لنخصصوا المبلغ والمبلغ راح ما تعرفين وين صار سبحانه ربي ما تعرفين كيف اختفى المبلغ لكن البقر الرشيد لحد ما تحركوا أبناء شبابة نعم لربما على رئيسهم فنان الشاب أحمد حسن موسى وهي اللي نقولها بالممكن حاول يعيد للمسرح الرشيد ألاقا بالممكن بالمتوفر هو ومجموع وكانوا يحلمون القبل اللي يحلمون والوحون أنا أذكر دكتور أقبال نعيم رقضته وطرقت كل الأبواب لما كانت مدير عام دارت السنة سنة المسرح وكان طرقت كل الأبواب وتتوسل تريد يعاد لهذا المسرح ألاقا لأنه هو مو فقط مسرح هو عالم هو حياة هو ضمير هو شاهد على أصور كثيرة مرة وتقلبات سياسية كثيرة مرة وشاهدها هذا المسرح متى رح يكون افتتاح ومحاولات فردية متى رح يكون هذا كل افتتاح إن شاء الله يوم عشرين بإذن الله إن شاء الله كل التقنية عشرين داعش برعون الله تنطلب فعاليات مهرجان العراق المسرحي في دورة التانية رح يكون وتمنى التوفيق للجميع وتمنى للمسرح العراقي أن يكون دائما في المقدمة إن شاء الله يعني في المقدمة بجهود أبناء بجهود العقول الإبداعية تفكر بي وتبدأ لك بجهودهم هم اللي هم أصروا وعاندوا وناظلوا من أجل أن يكون هذا المهرجان أكيد رح يكون يوم الحدث مميز وسلامي وتحياتي من القلب لكل الأسماء الكبيرة اللي ذكرتيها وإحنا أيضا بانتظار هذا الحدث وبانتظار إطلالتك على مسرح قرطاج للتكريم شكرا جزيلا دكتورة عواطف بإذن الله الحياة والسلامة للجميع أنا شكركم وتحياتي أرجوش تكل لموسيقى لموسيقارنا الكبير فاروق هلال اللي أنا الحد اللي أنا حبغنيت علمني عليك بس ما علمي ما علمني عليك بطن ما علمني علي زين ما علمني علي زين يوم علمني الوطن زين جاء غير أمور تغير تحياتي لأستاذي فاروق هلال عزيز كبير عزيز تحياتي لكي سيدة رقية بكل المحبة اللي أحملها إليش وتحياتي للشرقية بكل الاحترام والتبجير اللي أحمله إليهم وتحياتي للعائلة العائلة الجميلة الكريمة أستاذ عزيز والبنات الحلوات وأيضا للسيدة إقبال وزوجها كل التحايا وألف سلام عليكم أشكر السلامة للجميع أشكركم في أمان الله تزيب شكرا